السلام عليكم ورحمة الله عن حسين الربيعي وفي هذا الدرس سوف اشرح لكم عن الـ Content Provider طبعا ما هو الـ Content Provider؟ قبل ان اتحدث عن الـ Content Provider دعني وضح لك نقطة في الـ Android كل تطبيق لديه الـ Data الخاصة به كـ Database, ملفات Shared Reference, اي شيء خاصة به تخزن في المسار الخاص بالتطبيق في النظام حال حال في الـ Computer, الـ Windows عندما تنصب تطبيق يكون لفولدر ويخزن بياناته به. هنا في الـ Android لا تستطيع تطبيقات اخرى الوصول لهذه البيانات لكن ماذا لو اردت ان تشارك بيانات في تطبيقك مع تطبيقات اخرى? ابسط مثال واضحة هو برنامج الرسائل الموجود في الهاتف. هذا البرنامج فيه رسائل وتطبيق مثل انت تدكون تطبيق يقرأ هذه الرسائل ليعمل اي شيء. اي شيء يتصنت على الرسائل قادمة يفعل اي شيء يقرأ الرسائل. تريد ان تكون تطبيق اخر. يريد اي شيء يسوي يريد يقرأ الـ Contact. الاسماء الارقام الاشخاص. تطبيقك يجي يستخدم الارقام الخاصة بالهاتف ليعمل عمليات معينة. كيف يصل لها? ما قلنا احنا من الاول قلنا هذي البيانات كل تطبيق بياناتها مخزنة لوحدة. هنا يأتي مفهوم الـ Content Provider ايش هو؟ الـ Android اي شخص او اي تطبيق ممكن يخزن بياناته في Content Provider فاي تطبيق اخر موجود في النظام يستطيع الوصول على هذا الـ Content Provider ابسط شيء كما قلنا المسجز. المسجز هو تطبيق في الهاتف موجود يستقبل الرسائل ويعيدها. لكن في نفس الوقت يخزن هذه الرسائل في Content Provider حتى اي تطبيق اخر يقرأها يقدر يقرأها نفس الحال البرنامج للرسائل الـ Contact الاسماء يخزن اسماءك في Content Provider حتى التطبيقات البقية تقدر تقرأها ابسط شيء انت كم وبرمج تريد تقرأها فأساسية العمل Content Provider يكون بهذا الشكل Class اسمه Content Provider فيه مجموعة ميثود. Query يعني قراءة من هذه الداتا Insert اكيد تدخل البيانات Update تحدث Delete تحذف. ماكو غير هذه الاوامر هنا ذنى اربع اوامر. ميثود فيها اربع اوامر او اربع ميثود Class في اربع ميثود فهذه الميثود فارغة انت تعمل لها implement سوف نعمل لها implement في الكود. اكيد هذه الميثود تنفذ عمليات الـ Insert والUpdate والعمليات الاخرى على Database وال Database تكون ايش? SQLite. فيجب عندما تبدأ هذا الدرس تكون فاهم SQLite. اذا لا تعرفها توجد دروس في السلسلة التي قدمت تتحدث عن SQLite تفهمها. يلا تكمل هذا الدرس لان ليس يكون له اي داعي اذا تدخل على هذا الدرس وانت لا تفهم SQLite. اذا الان هذا الـ Content Provider يعمل هذا الشيء التطبيق نفسه. التطبيق Application وان يستطيع ان يدخل بيانات في هذا الـ Content Provider بشكل طبيعي. لانه جزء من عنده. والتطبيق B الثاني يقدر ان ايضا يقرأ وينفذ نفس هذه العمليات اللي ينفذها التطبيق الاول معي الـ Content Provider. اذا صارت عندنا دهتها Share بين اكثر من تطبيق هذه فكرة الـ Content Provider البساطة. دعني وضح لك نقطة. اذا لوجيت انا وردت اقرر رسائل. هذا الهاتف بي رسائل. اوكي؟ قررت اقراهن دجل قلت له AD ADB Share. هذا ليس مهمتك ان تفهمه. هذا ليس جزء من الدرس هذا فقط توضيح. فلو جيت اقرأ اقول له Content Query انا فضلي Query في الـ Content اسمها وعطيه المسارة تقرأ الـ URI هو الذي نحن نعرفه لتطبيقنا. اللي ممكن بقي التطبيقات تصل لتطبيقنا من خلاله. انا اعطيك هذا الـ URI الخاص بالـ SMS. الـ URI الخاص بالـ SMS هو Content.//sms.unbox هم عرفوه كده. وسوف نعرف بشكل اللي يعجبنا. اذا نكتب عرض لكل الرسائل الموجودة وبيانات الرسائل انظر هذه المعلومات الخاصة برسائل How is going اللي هي هي الرسالة وهذه الرسالة ثانية Hello فوجدت فتحتها فعلا تلقى رسالتين Hello How is going انظر. هذه كيف تقراها يعني من الـ Terminal ما ترى يكون له URI الخاصة به ده هذا حلو ايه التطبيق الخاص به اكون كلاس جديد اسمه ايش اسمه Student Provider اجعله يارث Content Provider ايش قلنا على Content Provider؟ قلنا على Content Provider عنده خمسة ميثودس والميثود الخمسة اللي قلنا عليهن وضحناها نعتقد بشكل واضح جدا قلنا Query Insert Update Delete اذا هذه الميثودس موجودات اللي هي ايش؟ Insert Query Delete Update بالاضافة الى ميثود اسمها OnCreation اللي تتنفذ عنده ما يتم انشاء الـ Conduitor Provider وميثود اسمها GetType سوف انا فهمها اذا هذه عبارة عن ميثودس جاهزة لا نعمل بها اي شيء هي اساسا مجهزة مع الـ Class يعني مون تتكوينها هي اساسا ميثودس مكون من الـ Class وانا سوف ادرجلك كل الكودات اكيد بالـ Description الخاص بالفيديو الان ابدأ بالعمل في الجزء الاول ابدأ اعرف اول شي اعرف Provider Name ماذا ايد انا اعمله فروفايدر هو البروفايدر الخاص بالتطبيق الفات مسمي ايش content-sms-inbox انا اسمي content-sms اعطي هذا الاسم عسي بالمثال com.example.provider.college اي اسم تعطي هذا يخصك انا اعطيت هذا الاسم حتى يتم استدعاه هذا الـ Content ماذا يكتبون؟ يكتبون content-sms-com.example.provider.college وانا اوضحت سلاش student في النهاية حتى يمثل هذا الـ Student هذا الـ URL الخاص بالتطبيق عرفت في الشيء اسمها Match URL سوف انا اراه الان الماتش URL ايش هو انا اعرف اكثر من URL داخل تطبيقي حتى استطيع ان يتم الوصول لها Direct في هذا الجزء لانا اشرح الـ Direct URL فقط نعضى عليه انت لانا سوف يصر وقت طويل طبعا عرفنا مجرد حقول database انا سوف اكون database الـ Database الـ Database اكونها اخزن فيها ID للشخص اخزن بي اسمه اخزن بي درجته واعمل لشير بين اكثر من التطبيق تطبيق يدخل تطبيق يقرن اذا اعرف ثلاث حقول ID Name Grade هذا Student Map مجرد للـ Database Student ID و Student Name اعطيه مرقام معينة خاصة بما سوف انا ارى لي ماذا كل واحد اعطيه specific ID اعرف هنا في الشيء اسمه URLMatch URLMatch في الجافا كأنما string.accool لما تقول له هل هذي string اقول هذي string اذا يقول لك true واذا لا يقول لك false اذا كان ادك اثنين URL واتيدا تتحقق معدهم هل هم ما يشابهون فتقول له ايش URLMatch لكن URLMatch يمتاز ببعض التغييرات الاخرى يعني مرونة اكثر يعني اقول له اوكي قارن لي اقول له اول شي ايش انا لديه URLMatch اضيف بيه مجموعة URLات وقارن بعديا فاقول له ايش URL اول 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 شي اقول له Provider Name يعني اضيف لهذا URL والحق لي بيه Students يعني اي واحد يطلب Provider slash Students ويعني اي واحد يطلب هذا الـ هذا الماتس سوف يمثل بهذا الشكل هذا يمثل URL بهذا الشكل هذا الـ com slash student خشحة ممكن يكون اي student دعنا فقط اواضحة اضغر الشاشة اي student بالنسبة للثاني نفس الحالة يقول لك Provider student slash hash الستار يمثل ID ممكن يكون اي ID ممكن يكون واحد ممكن يكون اثنيا ممكن يكون خمسة ممكن يكون اي ID فيمثلونا بهاش فأي URL ثاني يجي بعد اي ID سوف يمثل لي هذا الـ URL فهذا مثلنا بـ ID رقم واحد اثنيا وهذا مثلنا بـ ID رقم اثنيا بمعنى متى ما جاني URL بهذا الشكل لما نعمل له ماتش مع هذه السلسلة يعيد لي واحد ومتى ما جاني URL بهذا الشكل لما نعمل له ماتش معه هذه يعيد لي اثنيا اوكي اعود الان ابدأ بالعمل اول شيء ايش يريد احتاج ان اعمل احتاج اول شيء طبعا انا هذولي ما عد تحتاجهم امسحهم دعني فقط حتى لا يؤثرون على عملي واستمر بالعمل الخاص بي اوكي اول شيء احتاج ايش الـ URL اللي عرفتها هنا احددها get type get type هي ايضا يعني ميثود جزء من الـ class provider get type ارسل لها تستقبل الـ URL وتعمل له ماتش فأي URL جاني تتعامل ويا اذا جاني فقط students بمعنى انا اتعامل معك لا اسمه student فترى هذي vn android customer dyer يعني اتعامل مع direction كما رأينا slash student فداير في النهاية فأقولها vn dyer example student اعطيها اي اسم هنا example student اي شيء هذا اسم ان يخصني لكن حتى هنا هذا واجب لانه داير هذا اي شيء انا اعطي هنا اذا جاني student id كما قلنا في المقارنة لما نقارننا اذا جاني student اوكي student اذا جاني student id فاقول لي هنا ايتم انظر هنا dyer direction يعني فولدر هنا ايتم في فولدر اوكي واحدد للفولدر طبعا هذا انا لا استخدمه فقط اوضح لك هي اخاف تحتاجها لاحقا في كودي انا لا استخدمه لكن فقط اوضح لك سبب وجود هذه الميثول لان لا يجد لا نكتبها فقط يجب ان نفتهم student بمعنى فولدر dyer student id بمعنى ايتم وخلص اكمل العمل الان ايش احتاج احتاج ان اكون database احنو كما رأينا هنا عملنا كل يكون مع database يعني هذه الdatabase هذه الdatabase ننفذ عليها عملات insert update delete هاي الامور فذاك يجب موجه الdatabase فالdatabase اللي سوف اكونها عادي SQLite database اسمها college اسم الحق الموجود بي اسمه table as my student هذه جدول الخاص بالstudent ph bid وب name وبgrade وهنا هذا اسكولللللت كلاس اعتيادي تعرف انت من دروس اسكوللللت مجرد super وكوناه database ثم on create لما يتم انشاءها لما يتم استدعاه اقم بانشاء جداول اذا لم تكن موجودة واذا موجودة ما يعمل انشاءها واهنا عندما اتم upgrade يعملها بقض هذا مجرد grade database معروف المفروض تعرفو انت هل عبدأ عجز العمل الخاص بي اول شي انا اول جزء بالعمل اجعله onigrate لما يتم انشاء الى كلاس ايش اسوي اكيد استدعي دالة الانشاء الاتابيس فاقول لي اوكي كون لي instance من الكونتينس الخاص بي الجاني وقول لي database helper كوني اساس من database البرج ريبيا كريتابل لماذا رييتابل لانه هاي الرييتابل كما وضحنا في دورس الاتابيس رييتابل معنا الاتابيس اكتب فيها يعني فهنا عرفنا قبل بسعداء db فحتى تعاون معادي الديبي اخذ هاي الاتابيس الانستانس واضحها فيها حتى تعمل معا اوكي خلص الان الاتابيس عندي وعندي instance من علها والانستانس الان من initialize ممكن اعمل insert delete update فاجعل جزء الانسيرت فانسيرت اعتيادي مثل تستقبل uri وتستخدم value ومرر لها اسم الجدول اي دعمل اقول لها db.insert database اسم الجدول والvalues وانتهى اذا نجح نجح رجع لي update notify لماذا حتى اعمل اشارة لبقيت التطبيقات هيي انا سويت update على ممكن ايقرون اذا اعاد هما يقرون فاعمل notify بعد ان اضيف اقلها بعد ان انت اضيف اعملي notify هاي خلاص القيري يعني اقرأ القراية كيف في الاتابيس نحن نعرف الاقراية ايضا 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 الـ Query Builder DB Database حددها وهنا أنا في The Query أعرف على Database الـ Projection والـ Selection والـ Query والـ Sort ID اللي هو نفسه تستقبلن هذه الميثود اللي سوف أنا سننع لها هذا الجزء أنا ظللتها ما استخدمها إذا أنت ردت تستخدمها فتقارن على الـ URI يتقل يا بأ إذا كان الـ URI الـ Student بمعنى هو يتعامل مع الـ Student وإذا كان دازلي ID إذا كان دازلي في النهاية 13-10 تريد ترجعها مباشرة اعتماد على الـ ID فتقل لـ Append للـ ID وتضيف لهذا الـ ID جايك يعني الـ URI هذا إذا كان الـ URI المدى كما وضحناه slash student فقط أوكي تتعامل معه هنا وإذا كانت slash student slash 10 تتعامل بهذا الجزء أنا ما أتعامل بهذا الجزء الشخص بأن يطور عليه الفيديو أيضا بعدها نعمل الكبير نعمل Notify Delete أمر ديت الـ Database اعتيادي أيضا DV Delete اسم الـ Database وأعملها Notify ونفس الحال Update DB Update وأعملها Notify خلاص الآن كل شيء تمام جاهز جدوري أيضا أتعامل معه أنا كل الذي لدي لدي نافذة بسيطة هنا ما بي أي شيء بي هاتو بيانات 2 يعني Lame و Grade وإذا دخل بيانات فيهم أعود للـ Class ما أعمل أي شيء أي أكون مثل خاصة بالـ Add أريد أضيف فوين أضيف أنا أضيف بهذا الـ Class مصحيح هذي بهاي الـ Insert أوكي الأمر بسيط أستدعي مثلت اسمها Add المفروض ماذا تعمل لي هاي Add أكون الـ Values حالة حال Values في إدعاة بيس أحدد الـ Name إيش والـ Grade الـ Name أخذه من TextEdit 1 والـ Grade أخذه من TextEdit 3 وعملهم وعملهم بالـ Provider URL خلاص كل شيء Provider URL يجب أن أحدده أنا هنا صحيح عرفته بالـ ContentProvider قلت له أوكي هاي أنا هذا Provider بس هذا ما ينعرف يجب أن يعرف في المين Face يجب هنا أن يعرف فهنا أقول لي أوكي أنا عندي Provider أعطيه الـ Name اللي نفس عرفته اللي وكم.example و Provider.college وأعطيه اسمي الـ Class اسمي الـ Class وستيوني الـ Provider هذا الـ Class وهذا الاسم اللي أتعامل معه أوكي وعود عود وين أكمل مجرد insert ونتأكل شيء انظر مجرد Get Solution Server insert خلاص insert أجع الثاني الـ Query اللي يقرأ Get Query Gate أوكي هذا نفس الحالة Query نفذلي لكن انظر كيف ينفذلي Query تعرف أنت لما نفذنا على الـ Database لما قلنا أوكي SMS Content SMS Unbox شرحنا كثير من دروس في الدورة كيف نقرأ SMS وما ذلك نفس الطريقة فقط بدل SMS Unbox تعطي لي URL لهذا التطبيق اللي هو Content slash Example Profile slash Student من ين جبنا جبنا من هنا Content أوكي فنقل حددني ونفذلي Query وجلبلي ويستمر الآن وينفذلي كل شيء ويخزلي في هذا الـ Data لأن نراها الآن كيف يعرض لي هذه النتائج وكيف ينفذها طبعا الفكرة أنه نفس هذا الكود الخاص بالقراءة ممكن نحن نروح بتطبيق ثاني والنفذة ونقرأ لو جد قتلة أوكي جد قتلة أحمد وجد قتلة أي شيء أقول لا سعيد أوكي يقول لي Save أعرضه أعرضه يعني أحمد نظر أحمد سالم أمر آخر ويشي الآن أنا في هذا الـ Content حفظت إيش حفظت الآن نهاينا التطبيق وكل شيء تمام صحيح الآن أنا أقدر أقرأ من Terminal لكن أريد أن أقرأ هذه الـ Data من تطبيق آخر إذن حتى أقرأ من تطبيق آخر يجب أن أذهب هنا وأسمح بالـ Provider أقول ليش أقول له Exported True لما أعطي Exported True وأنفذ معناته أنه أنا أسمح لهذا التطبيق أن يتم الوصول لـ Provider أن يتم الوصول لها بشكل Direct من تطبيقات أخرى طبعا أوكي وأتنفذ كشي تمام الآن كل الذي أفعل أنا أذهب إلى التطبيق الثاني وأنفذ الكويل اللي أي كويل أنا أينفذ عسي فقط أعطي معلومات القراءة أذهب هنا أعود إلى التطبيق الثاني ليكون هذا التطبيق الثاني الخاص بفارغ لا أجد فيه أي شيء نفذ به تطبيق لا أجد فيه أي شيء نفروض هذا الفارغ النافذة الخاصة بأيضا فارغة لا أجد فيه أي شيء في اللايات مجرد تاكس في ونعرض فيه الدات اسمتي XTV أوكي لا يريد أي permission مجرد يريد أن يقرأ فأعطيها للميثود نفس الميثود الخاصة بلوكويري خاصتنا وأستدعيها طبعا دعني حتى لا أعطيه وأغير فقط أخذ أسماء الأشخاص فأخذ أخذ فقط خاصة بالأشخاص لوحدهم أجعلهم يداخلون واحد في الآخر أوكي أو أستطيع أن أضع بيناتهم فارزة حتى أميزهم واحد عن الآخر أنا نفذت هذا التطبيق الثاني سوف يعرض لي الداتا الموجودة بذلك التطبيق بواسط هذا التطبيق ونظر تلقائي وينقراها وهذا الشيء جميل بالموضوع اللي وضحناه إحنا سابقا عن كثير البروفايدر أشكرنا قلنا يوجد تطبيق يدخل داتا ويوجد تطبيق يقرأ الداتا فالتطبيق الأول اللي كوناه سابقا اللي هو كونتينت بروفايدر هذا وظيفته أنه يدخل داتا أي شيء يدخل أي شيء يعني يدخل ويقوم التطبيق الثاني اللي هو أيش يقوم يقرأ التطبيق الثاني اللي الآن اللي هو بالهدن لما تستدعي يبدو يقرأ من الداتا وهو هذا الفكرة الفكرة من كونتينت بروفايدر يعني أكثر من تطبيق يعملون بوقت واحد على نفس الداتا إذن حتى هذه الداتا أيضا تقرأها من الترمنال كما قرأنا سابقا مجرد تكتب لها الأمر the slash adb adb shell وتنفذ الأمر على query content query url بهذا الشكل أقول له content وإذا أقول له query url وهذا url الخاص ويعطيك الداتا الموجودة في الكسجلات بهذا الشكل إذن حتى هنا نكون أنهينا هذا الدرس أتمنى أن تكون استفادت شكرا من الناس المتابعة لا تنسى أن تعمل like subscribe شكرا لك ترجمة نانسي قنقر